والله إذا نرجع للنتائج الأولية الفريق شباب بالوزداد ما داشت المفاجأة في تغلبه في الزمالك بهدف مقابل سفر وكذلك فريق التراجي اللي فاز على المريخ هدف مقابل سفر في الدقيقة الـ 94 لسجلها اللعب توغاي يعني فرق معروفة عندها على الابتودة جويلة تشمبيونس ليك كما تفضلوا المدربين تكلموا على يكون لعب منغلق في بعض الأحيان ولكن أظن فريق شباب بالوزداد عنده كل الوسائل واللعبين محضرين لهذه المقابلة أظن تكون منفتحة لأنه لازم فريق شباب بالوزداد يأكد النتيجة التي تحصل لها في الزمالك وبالتالي تكلموا مدرب تونسي على السيبيا يعني توسكي كوفران توسكي لكورنان الآن أصبحت آدات كبيرة وفريق بالوزداد ممكن أن يتحصل على هذه النتيجة وتسمح له أن يشوف أكثر في المستقبل إن شاء الله